الحبيب بشغام هاو هونيه سي الحبيب الهادي قلة الفرنة تونسي ملتظم الهادي قلة عام على رحيله بش نستقبله تاو مباشرة ولده سليم قلة مرحبا بيك سليم تفضل شرفنا بالحضور في برنامج بلا مجاملة تشوفوا فيها هذي سيدي الحفل ان شاء الله بإذن الله بشيكون نهارة الخميس 14 مارس 2013 ثامنا مساء بكوليزي تونس حفل تنجم تتعادل مرحبا بيك سليم مش نحوالك صحة لباس مرحبا بيك سليم قلة هو ولد الفنان الملتظم الراحل هادي قلة كلنا نعرفوه من خلال عديد الأغاني الملتظمة وقلت ان شاء الله بإذن الله بشيكون نهارة 14 مارس 2013 ثامنا مساء بكوليزي تونس العائدات المالية لهذا الحفل بشيكون لعائدك الهادي قلة هو عرض بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل نقابة فناني تونس وزارة ثقافة ومبادرة من عند الفنان العالمي باكو إيباناز وهو صديقه وهو صديقه صديقه لهذا قلة طبعا التذاكر دار ثقافة بن خلدون دار ثقافة بن رشيق المدار قرتاج وقعت الكوليزي دعوة إلى محبي وعاشقي والناس الكل اللي يحبوا الهادي قلة الله يرحموا وينعموا إنهم يكونوا موجودين في الكوليزي والعائدة المالية إن شاء الله بشيكون موجودة وتمشي للعائلة متاع وسليم شرفتنا بالحضور بش نخلي السؤال مباشرة مع محب المحبي الهادي قلة مع الاعلامي الأحبيب شهر طبعا الهادي قلة نقولها كان من أبرز فناني توجه آخر في الأغنية التونسية وفي الموسيقى التونسية كان عنده فضل في أنه لم شتات برشا مهاجرين في فرنسا بصفة خاصة باش غنالهم خاصة أن مشالهم بغناية حلوة ياسر عبرت على حسيسهم وعلى مشاعرهم بابور زمر خش البحر هذه كانت انطلاقة قوية أقام لفترة طبعا في فرنسا ولكن نقول الملخص أنه الهادي قلة ما خفش حظه كما يجب في تونس ربما الذائقة الفنية سيطرت على نوعية معينة من الموسيقى والغناء خلى هذا الغناء اللي غنيه الهادي قلة والقصائد لأبو ماضي وولد احمد وابو القسم الشابي يعني توجه معين اختيار معين ما يمشيش لعامة الناس مع كاميرا الأسف وديما معناها اللوم أنه الشبيبة والسواد العظم من الناس أنهم ما يمشيوش مباشرة إلى المعينة الذي لا ينضب من الشعر العربي ومن الغناء الجميل اللي كان متميز فيه الهادي قلني القلة يغني بالعود ويختار الأغاني الجميلة والكلمات اللي تعبر على معاناة التونسي في برشة فترات وفي برشة مناسبة هذا الشبله من ذاك الأسد هل أنه ما يغنيش الغريب أنه يغني أنجليز وحاجه ما تنحكيه عاد أموره كبيرة أسر رابط أمريكان وما إلى ذلك ما نحبش نحكي عن ظروف المادية العيلة لكن هل أنه وزار الثقافة قامت بوجبها مع عائلة الهادي قل لا وإلا انتحاب وزار الثقافة هو لكن رسول الحظ كانوا فهمها ظروف صعبة شوية في البلاد اللي فاتت والخلات يعني مع المسؤولين من الجموش أنهم يقوموا بالأربعين يارين تيعوه دونك يستوصن رات رابي توفل في الذكرى الأولى اللي وفاته فما دعا مالي معنوي فما طبيعه هي المبادرة جاءت من عند باكو يبا ناس شخصين خاطره هو كان صديق للوالد في السبعينات ايخي احنا اقترحنا أنه بشي كون فما عرض الاتحاد العام تنسي للشغل اللي نحن نشكره هو وزار الثقافة أنهم عاونونا على 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 الورجنساسي على العرض هذي تنظيم وعا تنظيم ايه دونك وزار الثقافة هي بش تتكفل بالليبي دافيون الباكو يبانيز هو وزوجته اللي هي ومامتان مناجر انتعوه وبيش اللي قامة مش تكون عحسابنا احنا خطر باكو كان صاحب الوالد دوت مرحبا بيها سواء عنا احنا سواء عند اصدقاء عنده بشة اصدقاء في تونس والاتحاد العام تنسي للشغل قام بطبع لزافيش لكل وزار الثقافة على امكانية شراء العرض نتوقع ان شاء الله هيكون فما حضور البيت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نهارة الخميس 14 ماسر 2013 نعاود الثامنة مساء بيكل يزي تونس ماذا بينا كل انسان حب الهادي قلة وحب الغنية انتعوه اللي اشتهر بها في السبعينات في الثمانينات يكون موجود ويكون حاضر مع العلم أنه العائدات المالية باش ترجع لفائدة عائلة الهادي غيلا الله يرحمه وينعموا ناس كل نعرفوا هدي غيلا نخطب معاك بل ما نعطيك باش تغني ناس كل تعرف هدي غيلا لكن ش عنده وليدات الهادي غيلا فما أنتي فما أنا أنا خضر الويلد كان في فرنسا كان معارس بأجنبية لذلك عندي خوية كبيرة عمرو 35 سنة فرمي في باريز ويعمل بلانجي سو مارين ومونيتور بلانجي توا يعدي في الكيفالانس أمريكي في الزانتي وعندي خوية صغيرة عمرو 17 سنة يقرأ 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 تروازيما ناس حافظ بابو زمرا؟ بالغنية كما عماليس الحبيب بطا في الراديو قال يقولي كلمات يخيضاعوا أحب نشير حاجة كان متخصص في الترجمة يدخل اللغات الأنجليزية والفرنسية والعربية وكان هذا عنده دور على تأشيئة أولاده لغويا يعني يتبارك الله يتكلم بالانجليز تواسليم ويغني بالانجليز ويججل بالانجليز هيا اسمع غادينا قبل ما نختم كان تحضروا لي بابور زمر نجم نحطوها في الجينيريكا فان ناخذوا شوية راب أمريكا وليشنو تحب تختارترا؟ هذا هو تكست من تكستكتب تمنى له هكذا في التحرير نحن نحاول الروحة لتونس كل الخطر رسمي ينظرون ومن ثم يقفون في تونس المليو عندما مرضى كمبارشة ألوان وهي خطأ دمائج أن يكون مفرجة مديانيما ومفرجة تبني تغنى جميع المستورة في تونس في المنازل يعمل الروحة والغرافيتي والدنس إن شاء الله شعب تفص على نهاية للفرفات الجيلة أحب اندأت عن راب أمريكا وليش نحص أمير؟ موسيقى موسيقى وصهرية لعائدات المالية متاعها باش تكون تمشي لعائلة الهادي جلا الله يرحمه ونعمه مرة أخرى حضرت معنا كذلك في جزء كبير من الحصة الفنانة عالية بالعيد ماذا بيه قبل ما نختم الفنان ورسام الكاريكاتوري حسن المشيشي حسن المشيشي راك في القلب را نخبه فيك ونحبه كاسر ونحبه الرسوم الكاريكاتورية متاعك ولتوى صوت كيرين وتقول لي يا وليد ايجا طل بحثي ان شاء الله يا رب تقوم لباس في سلام حسن المشيشي دائما في القلب ودمت مبدعا على الدوام وقد أسر لي الإعلامي لحبيب شغام انه قام الاتصال بالسيد مهدي مبروك وزير الثقافة وقالوا لي وزارة الثقافة تقوم بريزان شارج في احدى المساحات الخاصة شكرا لوزار الثقافة والسيد مهدي مبروك ان شاء الله يتم تفعيل بريزان شارج للفنان ورسام الكاريكاتوري حسن المشيشي على أرض الواقع من المبدعين القلائل في تونس في ميدان الرسم الكاريكاتوري شكرا للفريق التقني ساميز جيب على مستوى التركيب مخرج كريم النوال وكل الفريق التقني موعد اسبوعي معظومة الثقافة بلو مثال الخارج عن سردين الاغناية موعد اسبوعي معظومة على الثقافة في سارة الخميس بعد الأخبار وقبل مباشرة الملف الساعة تحية المرأة التونسية في عيد ميلادها العالمي تحية المرأة التونسية تحية تونس تحية تونس سنتقلوا لسبوع القادم مع برنيمش بلا مجمع داك الحين ها هو وليد زراعة يحييكم يترككم على إيقاع صوت المرحوم هادي قلة وأنا مطمئن عليكم تصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة